غارة عنيفة جداً على منطقة العمروسية نعم هو نفس المكان الذي سقطت فيه الغارة التحذيرية الأولى هذا بات معتمداً في الضاحية أنه قبل دقائق من سقوط الغارة القوية يتم إسقاط غارة تحذيرية وهو نفس المكان الذي سقطت فيه غارة تحذيرية إذن الدخان الكثيف الآن يتصاعد من منطقة العمروسية من الشويفات وهي المنطقة التي وردت في التحذير الصادر عن الجيش الإسرائيلي إذن تتابعونا الآن هذه الغارة العنيفة على منطقة العمروسية صور مباشرة على منطقة العمروسية في الشويفات وهذه الغارة الثالثة بعد إطلاق التحذير الإسرائيلي قبل تقريباً هي الغارة الثالثة ليس كذلك جوني أريد أن أصحح لا هي الغارة الرابعة أولا كان هناك غارة تحذيرية في البداية على منطقة الغبيري تلتها بعض دقائق الغارة العنيفة ثم كان هناك غارة تحذيرية على منطقة الشوايفات وأيضا حصلت الغارة القوية بطبيعة الحال هذا أمر اعتدنا عليه في الضاحية الجنوبية يبدأ أولا يتم إسقاط غارة من قبل الطيران المسير غارة تحذيرية تليها بعض دقائق الغارة القوية من الطيران الحربي لذلك سحب الدخان الآن تتصاعد بشكل مكثف على عكس الغارة التحذيرية مثلا كان الدخان أخف من الآن وهو ما حصل أيضا في منطقة الغبيري بدأت أولا بغارة تحذيرية نتحدث الآن عن غارتين تحذيريتين على منطقتين الغبيري والعمروسي في الشوايفات وهما المنطقتين التي وردتها في التحذير تفصيلة تحذيرية جوني تفصيلة تحذيرية هي هل تضرب في مناطق يعني مساحة مفتوحة لتحذير السكان وأخراجهم أم تقصف المباني بشكل مباشر وتعتبر هذه تحذيرية كيف نفهم من ذلك؟ كلا الطيران المسائر هو الذي يطلق غارة تحذيرية على نفس المكان الذي سيستهدف أو الذي يحدد باللون الأحمر في خراءة التحذيرية هذا ما حصل في منطقة الغبيري مثلا منذ لحظات رصدنا غارة في البداية غارة تحذيرية على نفس المكان الذي سيستهدف تلتها الغارة العنيفة والأمر نفسه الآن يتكرر في منطقة العمروسي في الشويفات رصدنا أولا كنا في رسالة المباشر الغارة التحذيرية سقطت على نفس المكان الذي استهدف الآن بالغارة القوية الغارة القوية تأتي من الطيران الحربي أو ربما من البوارج البحرية هذا الأمر لا يمكن حسمه لأنه غالبا ما يتم التداول في بعض الأوقات بأن هناك ربما هذه الغارة عبر بارجة أو حتى طيران حربي هذا الأمر لا يمكن تحذيره طيب كم وصل عدد الغارة إلى حد اللحظة الآن الغارة التحذيرية يعني حسب معلوماتك أنا أعلم أنك بعيدة الآن عن موقع القصف لكن كحصيلة أولية كمعلومات أولية حتى الآن حسب المعلومات الأولية أن لا ضحايا طبعا الدمار يكون كبير جدا بحسب الفيديوهات التي وصلتنا مثلا يوم أمس عن الغارات التي كانت على الضاحية هناك مبانا سويت بالأرض حتى أن هناك مبانا قصفت في أوقات سابقة يبدو أنها لم تتضرر بشكل كبير لذلك تم استهدافها بشكل مرة أخرى لذلك سويت بالأرض طبعا كما قلنا التحذيرات التي تصدر قبل القصف بالإضافة إلى عملية إطلاق النار كلها عوامل تساهم في تقليل من عدد الضحايا في الضاحية الجنوبية وكما قلنا نتحدث عن 600 إلى 800 ألف مواطن يسكنون الضاحية الجنوبية غالبيتهم باتوا من النازحين هم موزعون على مناطق أو على مراكز الإيواء المنتشرة في عدة مناطق في لبنان أو حتى منهم من بات في السورية كما رصدنا في بداية تكثيف الغراط ومنهم أيضا من بات خارج لبنان بقي عدد قليل جدا في المناطق التي ذكرناها مثل الغبيري وحتى العمروسي الشوايفات ولكن عندما بدأت تبدأ القصف الآن يغادرون وثم يعودون بعد توقف الغراط إذن كما قلنا حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر